موسيقى موسيقى العنوان المحاضرة صنعة في القرآن والعنوان قد يبدو غريبا ومستفزا ربما تعودنا على كلمة صنعة في أن تكون مرتبطة بدولة بشركة عملاقة بحدود جغرافية ذات زمان ومكان محدد لكن ربما هذا الشيء مرتبط باعتبارنا أن هذه العبارة دائما تكون مرتبطة بالسلعة الاستهلاكية التي طبعا لن نلبس أن نغيرها بأحدث وأحدث لكن ربما عندما يكون المنتج الذي نتحدث عنه يتعلق بالإنسان وخصوصا بوعي الإنسان ربما يكون المكان الأنسب للصنع هو الصنعة في القرآن والعبارة تبدو حديثة واستخدامها حديث ومرتبطة بأحد ما بعد الثورة الصناعية والحدود الدول لكن حقيقة أنا أزعم أن هذه العلامة علامة صنعة في القرآن ممكن نسميها أيضا ماركة إذا جاز التعبير هذه العلامة أقدم بكثير من كل العلامات التجارية المعروفة أزعم أنها كانت موجودة بطريقة ما في كل فرد من أفراد الجيل الأول الجيل الذي حقق المعجزة وغير التاريخ بعض منهم حملها على عقله بعض منهم حملها على سلوكه والبعض منهم حملها على قلبه طبعا هذا لا يعني أن من حملها على قلبه لم يحملها على سلوكه أو عقله ولكن الأظهر فيه كانت تلك علامة مميزة لهذا الجيل الذي حقق المعجزة بالمناسبة وأطفا على حوار مع أحد الأخوة الآن المعجزة، معجزة القرآن الحقيقية هي إنشاء هذا الجيل من لا شيء كل النقلات الحضارية احتاجت إلى قرون مع المسلمين احتاج الموضوع 30 سنة فقط للانتقال من أدنى رتبة في سلم الحضارة إلى أرقاها هذه المعجزة الحقيقية وهذه هي المسألة في كون هذه المعجزة ممكن أن تستمر يحتاج الأمر إلى تفاعل مع المعجزات السابقة للقرآن الميت الذي أحياه سيد المسيح توفي بعدين طبعا عصى موسى لا موجود لها القرآن مستمر وقادر على أن ينقل أي مجتمع عندما يعي أفراد هذا المجتمع هذه المعجزة أبو بكر الصديق حمل أعلامة على حكمته وفطمته وتوازن الأبقر بين اللين والشدة عمر فاروق حملها على عقله الذي صنع في القرآن والذي جعله يستبق الوحي في أكثر من موضع أبو عبيدة حملها على أمانته وسلوكه فصار أمينا للأمة خالد من وليد حملها على قدراته التنظيمية والخططة فصار سيف الله المسلول كل من تميز من الصحابة تميز عبر المصنع القرآني مصنع القرآني يأخذ المواد الأولية الموجودة أصلا في الإنسان وتكون غالبا هذه المواد الأولية موجودة ولكنها ضائعة في هباء الجاهلية في شتاتها تكون مواهب كامنة ومهدورة ولكن المصنع القرآني يأخذ هذه المواد الأولية يعيد تشكيلها ويستثمرها ينتج إنسان جديد اختلافات كثيرة تضم كل فرد في كل مجتمع مختلف عن الآخر ولكن يوجد دوما أزعم أنه يوجد دوما ما يمكن أن يحول هذه الاختلافات ويستثمرها بطريقة أخرى هناك عام المشترك أكبر عام المشترك يوحد بين هذه الاختلافات وبدون تشبيه مثل أعضاء فرقة سنفونية يشتركون بنوطة واحدة ولكن لكل منهم أداة خاصة بهم النوطة تجمع الكل ولكن لكل منهم انفراده وإبداعه الخاص الذي يصب في صالح الكل هذا العام الموحد لم يلغي تشلافاتهم لكنه صهرها في القالب الأفضل لتبدع وتتميز وتتفوق في العطاء ما هو هذا العام المشترك؟ ممكن طبعا الآن لو وجهنا السؤال بشكل عام كل واحد من الحضور سيكون له كلمة ربما لا تختلف بصراحة عن الآخر عن الكلمة الأخرى هناك من سيقول الإسلام هناك من سيقول الإيمان هناك من سيقول التقوى وليس بالضرورة أن يكون هناك تناقض في هذا لكن أتحدث عن جزئية هذا العام المشترك قد يكون جزئية من الوعي من الإسلام والإيمان والتقوى وأزعم أن هذه الجزئية هي التي نفتقدها اليوم إلا من رحمة ربي هذه الجزئية هي الوعي الوعي الذي صنع في القرآن صحح أنه المؤتمر عنوان الصناعة في الوعي ولكن لم أقصد ذلك هذا الوعي يشبه الجزء الأساسي من أي تفاعل الذي لا بد منه أن يحدث هذا الجزء الذي لا بد منه لكي يحدث التفاعل لكنه ليس بالضرورة أن يكون عنصر من عناصر للمشاركة في التفاعل لكنه يضغى عليها ويتخللها حتى لو لم يكن موجودا كل تفاعل حتى يحدث يجب أن يكون هناك طاقة تنبعث لكي يحدث هذا التفاعل دون هذه الطاقة تبقى العناصر في حالة غير فاعلة بالضبط هذا هو الوعي دون هذا الوعي الذي يشدد أنه صنع في القرآن تبقى العناصر خاملة تبقى مواهبنا خاملة لا قضية لها شاهدت بأم عيني بعض الشباب والشابات لديهم مواهب أدبية مثلا مواهب أدبية أحسدهم أنا عليها حقيقة ومع الوقت ألاحظ ضمور هذه المواهب مع الوقت لا شيء يصدر عنها شاهدت يعني ناس أعتز بمعرفتهم ولكن لن يكن لديهم وعي بقضية معينة ضاعت مواهبهم اندثرت هذا الوعي كتبت عليه هذه العلامة الأغلى من كل العلامات والأرقى من كل العلامات واللي مقاييسها لا هي مقاييس الآيزو ولا هي مقاييس ولكن مقاييس عابرة للزمان والمكان بدأت ملامح هذا الوعي منذ أول سورة ونزلت عليه أبنى الصلاة والسلام سورة العلق سورة العلق مثل بطاقة تعريفية البزنس كارت اللي بدون تشبيه اللي يتبادل الناس وقت التعارف في طريقة الاتصال غالبا أيضا كان هناك في هذه البطاقة التعريفية طريقة أساسية للتفاعل اقرأ اقرأ ماذا كانت الكلمة الماذا هنا مكتوحة الماذا هنا غير محددا لا يوجد شيء يقول لك ماذا ستقرأ هل يعقل أن يكون هذا الشيء هل يعقل أن يبدأ الوحي بدعوة قد يفهم منها التفلث وترك الانضباط المسألة هو أن نفس البطاقة التعريفية وإن لم تحدد لك ماذا تقرأ وتترك لك باب القراءة مفتوحة لكنها ستعطيك في نفس الوقت في نفس البطاقة الوسيلة للقراءة التي هذه الوسيلة تجعل قراءتك وانفتاحك واطلاعك زيادة في مناعتك وحصانتك تقرأ بانفتاح ولكن لديك آلة معينة تزيد في حصانتك ومناعتك ماذا مفتوحة لكني كيف نترك الجواب الآن ما هي القراءة أصلاً هذه الأحرف بالنسبة لنا الآن طلاسم حتى اللعنة حتى العربية والناسبة غير مفهومة كل قراءة تعتمد على ما تعلمته قبلها لا يمكنك أن تقرأ ما لم تتعلم كيف تقرأ القراءة هي عملية فتح شفرة كل حرف ورمز وكذا هو مثل كود مثل شفرة غير واضحة إذا ما كان عندك برنامج فتح الشفرة لن تستطيع أن تقرأ فتح الشفرة هذه هي تبدأ على العدة المسبقة التي تملكها أنت أصلاً وطبعاً بين قلسين مهمة جداً ونذكرها دائماً قراءة ليست فقط قراءة أحرف قراءة تجارب حياة قراءة مشاهد قراءة كل شيء قد تكون هذه العدة دينية مؤتمدة على كتاب سماوي قد تكون مادية تعتمد على قوانين جاملة تتغير كل 200-300 سنة قد تكون خرافية أسطورية قد تكون لبرالية تعتمد على مبدأ أديولوجي يزعم وإنه ليس أديولوجي عندما يكون لك عندك وعي معين كيف تقرأ التاريخ بطريقة معينة هذه الشخصيات والرموز والأحداث التاريخية تقرأها أيضاً بشكل مختلف كل عدة من العدد السابق التي تحدثنا عنها الدينية الخرافية إلى آخره كل واحدة تقرأ هذه الرموز بشكل مختلف لا يوجد توحيد بينها كل واحد يقرأها بطريقته الخاصة التي امتلكها أصلاً وأقصد بطريقة الخاصة لا أقصد ما خصصها غالباً يكون هذا السلام من مجتمع نرجع الآن إلى الأقرأ كيف؟ ما هي الوسيلة؟ بطاقة تعريفية تحدد لنا هذا بوضوح شديد طبعاً استخدامنا القرآن الكريم أحياناً تفاعلنا معه محكوم بعقبات كثيرة أحياناً لا ننتبه ليس مجاناً هذا في كل أحوال جواب واضح اقرأ باسم ربك الذي خلال اسمه عز وجل هو الآلة التي نقرأ بها نقرأ كل شيء الإقرأ مفتوحة الوسيلة محددة اقرأ باسم ربك الذي خلق فيها أربع اتجاهات في التفسير هناك من يقول أن المعنى هو الاستفتاح باسمه عز وجل هناك من يقول أن على اسمه مثل يعني اقرأ على اسم ربك وهناك من يقول أنه للصلاف يعني بمعنى اذكر اسم ربك الذي خلق ولكن هناك هذا القول أيضاً وقول موجود في التراث وفي السلف أن يكون المعنى اقرأ القرآن مستعيناً باسم ربك كأنه يجعل الاسم آلة فيما يحاوله من أمر الدين والدنيا نظيره وكتبته بالقلم وتحقيقه أنه لما قال له اقرأ قال له لست بقارق فقال اقرأ باسم ربك أي استعن باسم ربك واتخذه آلة في تحصيل هذا لبيه عسر عليك الآلة تحدثنا من البداية عن الآلة منذ البداية كنا نتحدث عن آلة صنعت في القرآن وهاي واتخذه آلة الاسم هنا هو الآلة التي سنقرأ كل شيء من خلالها العالم كله يمكن قراءته من خلال هذه الآلة دائما هناك تخوف من التأثر بما تقرأ لا تقرأ كذا لا تقرأ كذا قد تتأثر كذا عندما يكون لديك الوعي عندما تكون لك عندك العدة المسبقة للقراءة لا يمكن أن يكون هناك خوف بالعكس كل ما ستقرأه سيضيف في مناعتك وحصانتك سيكون مثل اللقاح دائما معك عندما يكون عندك هذه العدة المسبقة التي صنعت في القرآن لا يمكن أن يغرّك تطاول في البنيان لأن القاعدة منخورة وأن تترى القاعدة لن يغرّك بريق زائف لمعدة رخيص وهي يجعلك ترى الأشياء على حقيقتها فلا يغرّك تطاول في البنيان ولا بريق عبر مراجعة كل عملية قراءة سواء كانت موجهة للكتب أو العالم لا يمكن أن تتم إلا من خلال آليات معينة تسبق عملية القراءة وتشمل تعلم ما تعنيه الرموز المكتوبة الأمر بالقراءة الذي افتتح به الوحي جعل من مادة القراءة مفتوحة دون ما تحديد لكنه حدد الوسيلة هذه الوسيلة حددتها سورة العلاق وهي باسم ربك الذي خلق لكن أي أحد يسأل ما معنى هذا الكلام عمليا ما معنى هذا الكلام كيف يمكن عمليا أن يكون اسم الله عز وجل وسيلة للقراءة الاسم يعبر عن المعايير والمقاييس التي يقررها عز وجل كل مقاييس الخطأ والصوار وكل معايير الحلال والحرام هي التي محتوات في هذا الاسم أي واحد الآن يعترض كيف انتقلنا من الاسم إلى المعايير يعني قلنا من القراءة بالاسم شنون صارت معايير صح سورة العلاق حددت اسم ربك الذي خلق المعنى واضح جدا بس للأسف بعض ما ينتبلد على تفاعلنا مع القرآن يغطي عندما يكون وعندما يكون المثال متعلق بحياتنا البسيطة والاستهلاكية نفهمه رأسا فورا عندما تشتري جوال من ماركة معينة لا يمكن لك أن تستعمل كتاب الأرشادات الخاص بماركة أخرى مستحيل لماذا يكون الأمر مختلف عندما يتعلق بك كإنسان من خلق هو من يجب أن تتبع أرشاداته وتعليماته معايير ومقايير ولهذا كان الاسم حدد ربك الذي خلق ليس هذا فقط طبعا الرب والخالق الرب يذكرنا بالتربية والنماء معاني التربية والنماء والخالق يذكرنا بالصلة الأولى بالعلاقة الأولى بيننا وبينه عز وجل الجنع بين الأمرين يذكرنا أن الخلق لا ينتهي أبدا كما نتوقع كما نتوهم الخلق يستمر العلق لن يكون للمرحلة الأولى كان هناك تراب ثم نطفر ثم علاقة العلق ليس للمرحلة الأولى ولا داعي للتوهم أن هذه مرحلتنا الأخير هناك خلق من بعد خلق عبر تربيته لنا خلق الأول يتم بلا إرادة بلا وعي مننا بلا مشاركة لسنا طرف في هذا التفاعل خلق المستمر لا يمكن أن يكون إلا بإرادتنا وبوعينا بإيماننا أن من خلق هو الأحق بتربيتنا وباستمرار خلقنا لا أقصد بالخلق المستمر يد ثالثة تنبت لنا أو عين في مؤخرة أوسنا خلق الأول خلق عضاء الخلق المستمر هو كيف نستعمل هذه الأعضاء وهذا أهم شيء لا معنى في وجود أعضاء إذا كنت ستقضي حياتك كلها في تجربة والخطأ في كيفية استخدامها لكن من كرمه عز وجل أنه لم يكتفي بخلق الأعضاء وإنما أيضا أعطانا طريقة الاستعمال ولهذا من منطقي جدا أن تكون الآية اللي بعدها اقرأ وربك الأكرم نجي عن قلم علاقة القلم بلوعي حتمية ليس فقط لأن وسيلة لتدوين نتاج الوعي وإضافة مادة أولية للفعل الأقرأ للفعل الأقرأ ولكن هناك شيء آخر طبعا ولا معنى أن هذا يتعارض مع التفاسير اطلاقا كون القلم كناية عن تدوين أعمالنا في صحائف الأعمال أبدا هذا معنى آخر لا يتعارض ما هو القلم أصلا لماذا سمي القلم هذا تعريف القلم من لسان العرب مادة قلم قيل للسهم القلم لأنه يقلم أي يبرى وكل ما قطعت منه منه شيئا بعد شيء فقط قلمته من ذلك القلم الذي يكتب به كل ما يقلم هو قلم هل لهذا علاقة بعدة الوعي بالحديث عن عدة الوعي نعم لأن هذا التعريف هو بالضبط تعريف عملية التجريد عملية التجريد هي عملية عقلية لا توجد إلا عند البشر كل المخلوقات الأخرى لا تمنكها بالعملية عملية عقلية يتم من خلال عزل وفصل المعلومات المتعلقة بموضوع معين للوصول إلى مفهوم عام يتجاوز التفاصيل إلى ما هو مشترك وعام مثلا أنواع السيارات مختلفة جدا حتما عملية التجريد هي التي تمكن من بري التفاصيل تبري تفاصيل غير مهمة ألوانها ألوان السيارات ماركاتها ثرعها المشترك في السيارة هو وجود أربع أجلات محرك وسيلة إلى آخره هذا هو المشترك وهذا هو بالضبط عملية التقليم هذه العملية بالمناسبة ما كان يمكن لفكر أن يتقدم لو لا عملية التجريد ما أبستراكشن ومهمة جدا كعملية عقلية من الوصول إلى الخلاصة التقليم والتجريد عبر التقليم تستطيع أن ترى الأشياء على حقيقتها التاريخ تجارب الحياة تخرج من تفاصيل الأسماء والأماكن تسمع فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى تسمعه مرة في القرآن وتسمعه مرات في التاريخ أحيانا بنفس أساليب فرعون بالحديد والنار ولكن أحيانا تسمعه يقول بطريقة أخرى ما أريكم إلا ما أرى عبر أحذق وسائل الإعلام وغسل الأدمغة ترى إبليس ترى إبليس بشحمه ولحمه في الجنة يمارس أول خديعة في التاريخ عبر وعود الترقي إلى مصاف الملائكة والخلود وتراه أيضا خلف الطبقات الحضارية والأغلفة أغلفة يمارس نفس الخديعة عبر أيضا نفس سعود الترقي والتقدم والشعارات التقليم هو الذي يخلصك من تراكم المعلومات الذي قد يكون مشوشا على الحقيقة نعيش اليوم في عصر عصر انفجار المعلومات يسمونه عصر انفجار المعلومات لم تملك قابلية التقليم والتخلص مما هو زائد ستضيع سيكون انفجار المعلومات طوفانا تضيع فيه فرق بين تراكم المعلومات والعلم هو هذا التقليم قد تملك المعلومة لكن ان لم تملك التقليم تتقلم فانت لا تملك العلم ولكن عندما تملك التقليم يكون لديك وسيلة التعلم ولهذا تكون الآية المنطقية خلفها علم الإنسان ما لم يعلم مراجعة أخرى كل عملية قراءة إلى آخره أضفنا عملية التقليم صار عندنا الوسيلة الآلية التي نقرأ من خلالها وهي اسم الله سبحانه وتعالى أي معايرة وأيضا التقليم غالبا عندما يتحدث عن علاقة القرآن بالوعي تكون الأدلة مستمدة من القرآن نفسي من الآيات التي تتحدث عن هذا وهذا صحيح طبعا ومنطقي جدا ولكن يزم أيضا أن هناك في لفظ القرآن نفسه اللفظ بمعنى اللفظ ما يمكن أن يكون الشاهد الأول أو الدليل الأول على علاقة القرآن بالوعي طبعا هناك خلاف في لفظ القرآن هناك من يقول أنه لفظ القرآن اسم علم غير مشتق مثل التوراة والإنجيل وهذا الأمر رد عليه بعض السلف وهناك من يقول أنه مشتق ولكن من فعل قرنة بمعنى أن القرآن يجتمل على القرآن والعدلة وهناك أيضا وهو الرأي الأرجح أنه لفظ القرآن مصدر بوزن الغفران مشتق من قرأة بمعنى تلى وسمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر وقد رجحه كثير من علماء وقريب منه قرأة بمعنى أظهر وبين لأن القراءة أظهار للألفاظ إذن القرآن مشتق من الفعل قرأة الوحي أيضا تدأ بكلمة إقراء فلا يمكن أن يكون هذا صدفة نذهب إلى الغار فجاءه الملك فقال أقرأ قال ما أنا بقارك قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارك فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارك فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك لبي خلق فلنتبه هنا أنه صلى الله عليه وسلم رفض بالنيابة عننا وعن البشرية كلها أن تكون كلمة السر للخروج من الظلمات هي إقرأ وحدها لا يمكن لا يمكن إقرأ فقط لأن هذه الدعوة قد يفهم منها تفلق إقرأ وانفجحها لقد أدرك ذلك بحكمته لذلك جاءت تكملة للآية لتؤكد ذلك ليست إقرأ فقط ليست إقرأ وبعدها نقطة انتهى بل هي إقرأ باسم ربك لبي خلق لديك فعل أمر ولديك معه الوسيلة أزعم هنا إنه إذا كان الاشتقاق اللفظي للفظ القرآن من كلمة إقرأ بفعل فلا في قراءة فإن الاشتقاق المغزوي يعتمد على الآية كلها اقرأ باسم ربك الخلق الذي خلق القرآن كله قائم على هذا قد يقول قائل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الجواب لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لم يتعلم القراءة والكتابة وهذا صحيح من ناحية التقنية المباشرة هذا صحيح ولا جدال فيه ولكن فنتذكر أن القراءة ليست فقط فك الحرف القراءة أيضا هي فهم العالم كنا كنا أميون الأميون ليس فقط من لا يعرفون قراءة كتابة كل الحضارات كل المعارف كل الفلسطات كانت أمية بمعنى ما دامت غير قادرة على فهم العالم كما أراد له خلقه أن يكون لكن سبحان الله جاءت اقرأ لتغير هذا تعطيني فرصة مع اقرأ باسم ربك الذي خلق تتحول القراءة من فكل الحرب إلى فتح للعالم طيب يعني لو كان هذا صحيح ليش؟ ما نعرفه لو كان هذا صحيح وليس مجدد رئي كان أفضل أن نكون فيه شيء واضح آية واضحة بهذا الخصوص حقا فيه آيات كثيرة ولكن تعاملنا مع القرآن لمجرد التلاوة وأحيانا يحجب عنا أمور واضحة في الشمس بالناسبة كلمة عربيا هنا في الآية الكريمة لا تعني بالضرورة فقط عربية اللسان وإنما أيضا تعني الوضوح لعلكم تعقلون لعلكم أفلا تعقلون لعلكم تعقلون للعقل ما العلاقة بين من ربط الحقيقي بين العقل والوعي كل ما هو عقل في القرآن مغموس في هذا الوعي العقل لغة هو الربط قلها وتوكل ربطها وتوكل تعطي كلمة للعقال لا تزال تحمل ذلك لكن أي ربط بالمعنى القرآني ربما هو الربط بين الأسباب والمسببات ربما هو الربط بين آيات والواقع ربما هو الربط بين الكتاب المقرؤ وكتاب الكون المفتوح وربما هو كل ذلك ربما هو الربط بين العالم كما هو وبين العالم كما أراد له الخالق هون يكون والعقل الذي نتحدث عنه ليس عقل بالمطلق والحقيقة أنا من الناس اللي يعتبرون أنه ما في عقل بالمطلق أطلاقا ما في شيء اسمه العقل بالمطلق في عقل يكون نتاج مؤثرات ثقافية وحضارية وهذه في دراسات في علم النفس الاجتماعي تؤكد ذلك سأل على ذلك في فرق لحد الآن بين العقل الصيني نمط التفكير الصيني ونمط التفكير الغربي هناك تركيز على السياق العام في العقل الصيني والآسيوي عموما وهناك تركيز على التفاصيل في العقل الغربي هناك ميل إلى انسجام وتقليل التناقض في نمط التفكير الصيني وهناك تراث من المناظرات والجدل في العقل الإغريقي والذي استمر في العقل الغربي هناك تركيز على الجماعة في العقل الصيني وهناك تركيز على الفرد في العقل الغريب هذه الاختلافات تنتج نمط تفكير مختلف وتنتج بالتالي عقل مختلف وهي مجرد أمثلة نحن لا نتحيز هنا إلى هذا أو ذلك نحن نتحدث عن عقل يتشكل عبر القرآن وطبعا هنا في ثراث أيضا من سوء الظن بين العقل والنقل في تاريخ الأمان الإسلامية لكن الحقيقة العقل الذي يتشكل عبر القرآن لا يمكن أن يتناقض مع النقل لأنه تشكل عبر النقل مع العقل الذي يتشكل عبر القرآن ليس تناقض وحده مستبعدا المسألة ليس ممسألة تناقض حتى سؤال أيهما أول العقل أم نقل مستبعد العقل هنا أصلا قد تشكل عبر النقل فكيف يمكن له أن يكون قبل أو بعد النقل إنه أداة لقراءة النقل تشكلت عبر النقل نفسه وتهيئة بذلك لتكون القراءة الإنسانية الأدق للعالم ونقول أدق ونؤكد أن هناك دائما ما هو نسبي في هذا الموضوع ما دام هناك جانب إنساني في المسألة ولكن مطمئنون إلا أنه طالما كان هناك آلة الوعية التي صنعت في القرآن فإن هذه القراءة ستظل أدق من غيرها وستظل تصحح نفسها الصورة لها علاقة لسؤال مشهور جدا عن البيضة والدجاجة أيهما أول وأنا بهل معنى هذا أنه لا يمكن لسؤال العقل والنقل أن يقال أيهما أول لأنهما مثل توأمين سياميين ملتصقين واحد اسمه عقل وواحد اسمه عقل لا يمكن لا يمكن التصل بينهما طيب حدثنا عن وعي صنعة القرآن ولن ندعي إننا نمتلكه لو كنا نمتلك الوعي الذي صنعة القرآن ما كان وصلنا إلى ما وصلنا إليه طيب أين صنعة وعينا اليوم هناك ثلاث مصانع أساسية انتجت وعينا وشتركت وربما مصانع أخرى تساعدون في إجائها أو في هدمها هناك أولا مصنع الإحياز السلبي ما هو الإحياز السلبي؟ الإحياز السلبي خاصية الإحياز السلبي هي خاصية موجودة معروفة في علم النفس إن البشر لديه مصمم أدمغتهم مصممة طبعا نعترض هنا على كلمة تصميم مصممة على أن تنحازي ما هو سلبي عندما تخسر مبلغا من المال يكون تأثرك بخسارته أكثر من فرحك باكتسابه بشر يميلون إلى الاهتمام بالأخبار السيئة بالكوارف أكثر مما يهتمون بالأخبار السعيدة هذه الخاصية الإحياز السلبي تشكل مع الوقت وسيلة للتعايش مع ما هو سلبي ولدينا في تراثنا خاصية الإحياز السلبي خصوصا عندما ولجت الأمة للأسف في عصور انحطاطها تركت عصور للزهار والرقي وولجت في عصور الانحطاط فأنتجت فهما للنص الديني عبر الإنحياز السلبي نعيد نصنع انحياز السلبي قائم على فهم سلبي للنص الديني أمثلة كلمة الصبر مثلا لفظة الصبر الصبر في القرآن الكريم وحتى في الاشتقاق اللغوي كلمة الصبر مشتقة من نبات الصبار الذي يحارب من أجل الحياة يمت جدوره بعيدا وصطحيا وكل شيء يبحث عن قطرة ماء لكي يعيش يكافح لكي يعيش صبر في المعنى القرآني هو صبر وللعزم من الرسل صبر العمل صبر على العمل الصبر من أجل التغيير الصبر الذي يتحول إلى مفهوم فاعل يساعد على العمل للأسف مصنع الانحياز السلبي قام بتغيير المعنى كليا تحول الصبر إلى عملية انتظار تنتظر الفرج وخلص صار صبر عن التغيير وصبر عن العمل صبر حقيقة عن العاطل صبر العاطلين عن العمل والمعنى شاسع والفرق شاسع وفي تراثنا الفكري ومروثنا الفكري يوجد كم هائل من هذه الحيازات السلبيين مصنع الثاني هو مصنع الأحاديث الضعيفة والموضوع إذا كان هناك فهم سلبي لنص ديني فهناك أيضا كم هائل الأحاديث الضعيفة والموضوع أحيانا بعضها تكون مجرد أقوال مأثورة كانت سائرة في وقتها ولكنها ليست مصنع دينيا ممكن تكون حكم عابرة ولكن منحها القداسة المشكلة في منحها القداسة عبر وصفها بالنص الديني بعضها تم التساهل معها باعتبارها من فضاء الأعمال المشكلة أن تعريف فضاء الأعمال أحيانا يكون نتاج مصنع الأول مصنع للحياز السلبي فالمسألة مرتبطة أمثلة طبعا كثيرة جدا والحرب عليها شعواء يمكن أن تكون صلوا خلف كل بر مفاجر مثلا السلطان ظل الله في الأرض إلى آخره يعني لا أود الآن دخول فيها حق للألغام هذا ولكن هذه المفاهيم بررت استبداد المستبدين وخضوع الناس للاستبداد فكونت ثقافة خضوع سواء كان للمستبد أو لسطوة الإعلام أو للحضارة المنتصرة أو إلى آخره مصنع الثالث هو مصنع عقيدة النقص مو عقدة ليست عقدة صارت عقيدة الآن عقدة النقص يمكن تفهمها تمر بمرحلة وتجتازها المسلمون أيضا مروا بنكبات في تاريخهم وكان لديهم حتما عقدة نقص تجاهه من انتصر عليهم عسكريا المغول مثلا تصر عليهم عسكريا ولكن لم يكن لدى المسلمين وقتها عقيدة نقص كانت قيمهم أقوى ولهذا ذاب المغول في المحيط الإسلامي الآن اختلف الوضع كليا لدينا الآن عقيدة نقص ترى كل ما ينتجه الغرب بمعايير علىه وتتصور أنه يجب أن تأسلم كل ما هو في تراثنا لكي ينسجم مع هذا الغرب كل مفهوم لدينا الآن دعاة ومفكرون متخصصون في هذا في أسلنا يضع العقيدات الإسلامية عريضة على مفاهيم غربية ويؤسلمها وأحياناً ممكن يكون حديث ضعيف ممكن يكون نص مشتزاء ممكن يكون أسلم مثال فرغماتية مفهوم فرغماتية مثلاً يجد الآن من يؤسلمه ويربطه بمفهوم النفع في القرآن وهو الحقيقة مختلف تماماً مفهوم فرغماتية مفهوم آني وعملي ومادي يفهم الفائدة على أنه شيء متحقق خلال مدة بسيطة ومادية أما مفهوم النفع في القرآن فهو قد ينظر إلى المسألة بعد أجيال كمثال زيادة معدل الدخل هدف برغماتي ولكن لا ينظر إلى النتائل المترتبة على ذلك تشجيع السياحة السياحة مثلاً تزيد معدل الدخل ولكن تزيد أيضاً معدلات الإنهيار الأسري التفكك الفرغماتية والمعنش زيادة الدخل مفهوم النفع القرآني لا ينظر إلى نتائج العابرة ولكن ينظر إلى التحصيل الخاصي إلى المحصلة النهائية على المدى البعيد ما هو الحل مع هذه المصانع الثلاثة؟ ليس سهل هذا طبعاً ويحتاجكم بالتأكيد يحتاج هذا الجيل من الشباب الذي عليها أن يقوم بعملية استقصال كبيرة جداً لا يمكن لك أبداً أن تزرع نبتة إيجابية إذا لم تستقصل الأدغال الموجودة في التربة إذا كان البناء آيلاً للسقوط لن ينفع الترميم يجب أن تهدم علامات في طريق صنع في القرآن القرآن منجم للمواد الأولية علينا التعامل معه على هذا الأساس كل آية بل كل حرف يمكن أن تكون مصدراً لسروة كبيرة جداً أي مساس بأي حرف تعطيلاً أو تحيداً يجب أن تعامل كما لو كانت مساساً أو أكثر بكثير بالثروة القومية طرآن والمعيار الأول الذي يجب أن تخضع له كل المفاهيم الجديدة بعض هذه المفاهيم صارت تبدو كما لو كانت بديهية ونتعامل معها على أنها من المقدسات والمسلمات التي لا يجب أبداً المساس بها مثل مفهوم الحرية الشخصية كمثال مفهوم الحرية الشخصية صار الآن مسلمة حتى شخص يتدين تحت ستار يعقون الحرية الشخصية شخص يطول الإقنية والحرية الشخصية محجبة البتحجر نقول حرية شخصية لكن يجب أن نفهم أن هذه الحرية الشخصية في سياق عام سياق من شائف اليؤمن ومن شائف اليكفر تحت الشعار قرآني أنه حرية شخصية تتحمل مسؤولية اختيارك وتبعاتها وليس الأمر مفتوح تراثنا أيضا من باب أولى يجب أن يخضع للمعيار القرآني ليس كل ما في تراثنا مقدسة أو بعضها أفهام بشرية طبعا أقصد بالتراث الفهم البشري للنص وبعضها أحيانا تكون حتى مجرد فهم بشري غير معتمد على نص هناك أبواب في بعض كتب الإحياء هناك أبواب في الرقائق والزهد تحول التوكل إلى تواكل وتمجد الفقر وهذا إذا كان مفهوم في سياقه التاريخي فهو لا يجب أبدا أن يتحول إلى جزء من الفهم الدين هذا تاريخ وانتهى علينا أن نفهمه الآن يجب أن يخضع للمعيار القرآني كتب التراث أيضا مليئة بشخصيات يمكن أن تفهم كما لو كانت خارقة في العبادة ألف رقعة ومئتين رقعة وثلاثمئة رقعة هذا الشيء يعطل قابليتنا بالاقتداء بهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عبادته ممكنة طبعا كما وليس نوعا زيادة النوع لن يعوض أبدا في مشاكل النوع ابن تيمية مثلا قال عندما قيل له عن رجل صلى ألف رقعة قال هذا مخالف للفضيلة ومخالف للواقع مخالف للفضيلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ومخالف للواقع لأن الوقت أصلا ما بيتحملها إلا إذا كان نقر يعني إنسانية الرسول عليه الصلاة والسلام وبشريته وواقعية عماله تجعلنا أكثر قابية على الاقتداء به أما عندما يتحدثون عن السلف كما لو كانوا رجل خارق سوبرمان هذا الشيء يحبطنا أصلا جعلنا غير قادرين على التفاعل معهم خلص لن يصلح لن يصلح بالأمة إلا بما صلح به أولها وأولها كانوا ألف رقعة في اليوم والآن الوقت تغير والحياة تغيرت ولن يكون هذا ممكنا بكل حال من الأحوال قراءة تجزئية نزينا كثير من مفهوم يقول أن القرآن حمال أوجه والكثير من المفاهيم التي تمرر تمرر عبر قراءة تجزئية لا يوجد أي تيار هدام أو أي فكر هدام غالبا ما يجد سندا إفراط وتفريط كلهم يجدون سندا ولكنهم غالبا يجدون سند واحد أو سندين لكن القراءة الكلية الكاملة هي التي تصحح هذا الشيء إفراط العنفيين يجدون لهم سمن اقتلوهم حيث تقفتمهم كما تحدث وإفراط اللعنفين أصحابنا لا إكراه هناك شيء هذا شيء وهذا شيء هناك قراءة متكاملة في القرآن تصحح هذا الشيء الآن طبعا هناك أيضا موضوع المقاصد العامة كل من يريد أن يمرر مفهوما مقاصد عامة المقاصد العامة ليست جرابا للحاوي تضع فيه كل ما تريده يتحدثون عن آية الحجاب المقصد منها والحشمة المقصد ما كذا المهم الحشمة المهم التمييز مع الماء والتفاصيل غير مهمة أبدا المقاصد فكرة فهمنا المقاصد المقاصد لا تنزل بالبرشوت بالمظلة على النص المقاصد تفهم من النص نفسه كل صناعة عليها أن تلبي متطلبات معينة اجتماعية ما هي متطلباتنا اليوم؟ هذا السؤال يعني ما هو متطلباتنا اليوم التي صنعت في القرآن عليها أن تلبيها؟ ألو؟ السلام السلام؟ سلام؟ ممكن بس يعني السعادة السعادة حضارة حضارة نعم حضارة العودة أو نعضة طبعا لا خلاق السلام والسعادة وكذا بس ممكن تكون عامة جدا القيادة 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 نعم قيادة العالم قيادة البشرية بالضبط ممكن هذا هدف أبعض ولكن نهضة نحن حاليا نتعرف فعلى الأقل أي صناعة من هذا النوع صناعة وعي لا يمكن أن تتجاهل دور الإعلام أبدا الإعلام الآن لم يعد مجرد وسيلة للنقل صار جزء من الفكرة نفسها في مقولة مشهورة العالم مختص بالإعلام The media is the message أحيانا صارت الوسيلة هي الرسالة نفسها هذا الشيء ممكن يكون يوصل فكرة حتى لما يكون ترويج لمنتج لسيارة عندما يروج لسيارة فارهة يروج فكرة معه فكرة أن اقتناء السيارة سيجد لك السعادة ليس مجرد اقتناء السيارة يروج عبوة كاملة للمفاهيم عبر هذا لا يمكن أن نصنع وعيا قرآنيا بدون الإعلام المشكلة طبعا هناك أن الإعلام بسطورة عامة يتطلب مردودا ماليا الإعلام الذي يروج لصناعة وعي قرآني ليس بالضرورة أن سيجد مردودا آنيا عاجلا ربما على المدى البعيد ربما آخرويا لكن نجد كثيرا من يتبرعون يبناء المساجد صغيرة ربما في أماكن لا أحد يحتاجها هذا الإعلام يمكن أن يحول الأرض كلها إلى نتج ما هو الفرق ما هو الفرق في النهاية بين كل هذا الكلام بين ما قبل إقرأ وما بعد إقرأ إقرأ باسم ربك الذي خلق ما هو الفرق كيف نرى فرقا جوهريا بين إذا امتلكنا آلية إقرأ باسم ربك الذي خلق وبين إذا لم نمتلكها الإيمان بلا إقرأ باسم ربك الذي خلق يصبح خرافا العبادة بلا إقرأ باسم ربك الذي خلق تصبح بدعة الصلاة بلا إقرأ باسم ربك الذي خلق تصبح إسقاطا للفضل جهاد جهاد بلا إقرأ باسم ربك الذي خلق يصبح سفكا لدم حرام وقتا لأبرياء قبول قبول بلا إقرأ بلا إقرأ باسم ربك الذي خلق يصبح مجرد غضاء للشعر تمسك بالدين بلا الوعي متكون عبد أقرأ باسم ربك الذي خلق يصبح مجرد تحجرا وجمودا والتجديد بلا إقرأ باسم ربك الذي خلق يصبح تفلتا لكن سؤال ماذا يكون القرآن لو كان بلا إقرأ باسم ربك الذي خلق ربما يكون كتاب على الرب للزينة قرآن مصاغ ذهب على الصدر شبه عاري تبرك تلاوة للاستحصال لأجر لتصفير العداد الدنوب ماذا يكون القرآن عندما يكون بلا إقرأ باسم ربك الذي خلق يكون كما هو اليوم بالنسبة لنا لأخير مع الأسف الفرق بين كل هذه التي ذكرناها مسافة شاسعة الحقيقة مسافة وطريق لها صعب لن ننكر بالك ولكن سفينة أيضا كانت هناك في وقت نور كان الطريق لها صعب واستمرت الدعوة قرون وسبحان الله من المرات الناجر التي ذكر فيها الوعي في القرآن الوعي لفظا كان عند الحديث عن هذه السفينة طبعي كل ثقة إن بين حبور هنا من الذكور والإناص من سيبني هذه السفينة والموضوع مطول حتما لكني كل ثقة إنكم ستكونون ممن يحملون الألواح في الدستور ويبنون السفينة شكرا جزيلا في مجال أسئلة أسئلة في نعم إذا في أسئلة حالة أخبر نعم الله يخليك السلام عليكم السلام الله يخليك الله يبارك فيك فيه أنت وصفهم في واسم الله سعجل هو الآلة التي نقع بها كل شيء نعم الآلة يعني مطلع نعم مبدئيا هي النص اللي أخذت من تفسير رازي مبدئيا ثاني شيء الاسم إذا كنا نفصل عن معايير كل ما جاء به القرآن من معايير والمقاييس لن يكون له معنى وحقك لكن نحن ربطنا الاسم بالمعايير لما حدد اسم ربك الذي خلق فهو قد حدد الصانع هو من يحق له أن يصدر المعايير والمقاييس فأنت تقرأ العالم كله من خلال هذه المعايير والمقاييس الصواب هو ما جاءت به هذه المعايير والخطأ هو ما جاءت به ما أكدت على خطائه فهو حزمة كاملة من المفاهيم وليس مجرد اسم وهذا لا زفا خير يا ثور المنطق طيب ونكاقتنا لا يمكن نحع وعي قرآن إلا عن طريق الإعلام هل ماك نظر يعني لك أو تصور معين لبرنامج إعلامي ممكن من طريقة نخذه من قرآن وعين ثم ما تقييمك لبعض النوات تخصص المعروف والساحة التي تخصص في قرآن كريم تقييمك لأداء أحوال هذا المعنى والله القرآن نعم القنوات تكاثرت بحيث أن متابعتها وتقييمها يحتاج أنه واحد يترك لا ينتج أي شيء فأنا بصراحة مقصر في هذا المؤمر وهذا ليست تهربا يعني بس حقيقة لكن أعتقد أنه موضوع الرؤية الإعلامية يجب أن يتم من خلال متخصصين في الإعلام يعني فنقسم الأدوار أفضل هناك قصور واضح يعني لن أدعي أبدا أنه الإعلام الآن طبعا هذا شيء طبيعي الإعلام الإسلامي لا يزال في بدايتي ولا يمكن أن نبخس حق الكثيرين ممن يعملون بجد ولكن هناك مشاكل لأنه هناك ما هو قبل الإعلام أنا قلت بوضوح هذه نقطة عن الإعلام كانت آخر نقطة فأنا بصراحة أعتقد أنه المادة الأولية أصلا لم يتم العمل عليها فإذا لم تكن المادة الأولية جاهزة فالإعلام سيكون هناك طبعا أهلا وسهلا خليك الله يبعلك فيك أخي خير الله كان يقول كل من اكتروا من القرآن الكريم اكتسب من خصائصي نعم حين قال هذه الكريمة تذكرت القرآن من خيري العمري والله جيت الكتابات التي اكتسبت شيئا من خصائص القرآن لا خليك إن شاء الله أنكم عنه صدر لك أخي أدامك بتدبر القرآن الكريم في مقابل النهي عن الكلام في القرآن الكريم بدون علم أعتبر أن هذا حائب وهذا حائب ما هي المسافة التي نستطيع أن نأخذ فيها راحة منها ستكلم عندما لا يكون هناك تناقض يعني التناقض هو الحد عندما تتكلم في القرآن الكريم وتجد أن هذا الشيء يناقض شيء آخر في القرآن الكريم عليك أن تعرف أن قراءتك خاطئة ولكن كلما كان الأمر متسق مع عموم الآيات لا أرى سببا في أن يكون هذا حاجز مخيف أهلا وسهلا الجزيات التي وضعتها أنا أشكرا أن خطوات الإنقلاف هي عمد المستخدام الحالي الضعيف في الحلاء أو إسلامية في جماعة أنا لم أقل نعم يعني أنا قلت الأسلمة الأسلمة نعم عقيدة النقص بختمها عقيدة النقص بشأن لما كان رجل خاف بس الجزية السؤال الموضحه ما هي الطريقة التي يمكن أن نساني تحديدنا مش يمكن واضح لكن ما هي الطريقة التي يمكن أن كل الإنسان العام مثلا وعندما تهم أن كانوا في المحاضرة رأيك استخدام وسائل للوصول لإستشعارات التي يستشعاء أو اللمسات والتأملات التي نحن بحاجة لها حتى نعيش مع القرآن لحظة لحظة عبد المليل نعم بس ممكن تأيدي السؤال ما هي الأدوات نعم ما هي الكيفية لكل الإنسان العامي يستشعى ويعيش مع القرآن يعني الحياة المفترضة أنه يبدأ يعيش فيها حتى يعني يتدرج فيها نعم أنا عندي اعتراض أصلا على وصف نفسك ووصف الأخوة بالعامي وفي النهاية حتى لو كنت يعني هل تعتقد أن القرآن جاء الخواص تمام فما هي الوسائل ما هي الأدوات تجد أثره فيك في النهاية هذا القرآن مهم أنه تجد أثره فيك في سلوكك في تفكيرك المسألة هي مسألة النتائج المحك النهائي في النهاية وليس التنظير في النهاية في النهاية هذا الكلام كله إذا ما كان في نتيجان كله بين كما المحك والنتيجة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم دكتور هل يعتبر الإنطلاق من أقرأ باسم ربيك الذي يخلق لطلب العلم وقراءات العالم بشكل عام مرحلة يصل إليها الإنسان بعد اجتياز مراحل أخرى أم أنها متعلقة بقوة الإيمان كيف تبدأ؟ هو مرحلة متزامنة مع مراحل أخرى وليس يعني خلال القراءة خلال التعلم إذا كان عندك وعي طبعا هي اقرأ باسم ربيك الذي خلق في النهاية تبين لنا هي النمط التفكير كله وليس مجرد الآية فالحصول على هذا النمط التفكير أو الآلية في التفكير يتم يعني تتفاعلين مع التعلم مع النظريات الأخرى وتكتسبين الحصانة يعني في النهاية كل المحق الحقيقي هو أنه عندما تتفاعل مع التجارب الأخرى مع النظريات الأخرى أنه أنت لا تتأثر بالعكس تزيد حصانة ويكون تفاعلك إيجابي بمعنى أنه تحافظ على ثابتك وتزداد وسوخا وإيمانا أما أنه أجل موضوع الوعي القرآني إلى حين موضوع التعلم فهذه مسألة الحقيقة موضوع الوعي القرآني يجب أن يغرس في الطفولة منذ الطفولة ويعني أي شيء آخر لن يجدي يعني الآن كل أنماط الحياة المعاصرة الغربية بغض النظر عن تسميات تغرس في الأطفال عبر الإعلام شيئنا ما بينه فمن باب أولى أن يقرأ باسم ربك الذي خلق تغرس منذ الطفولة والظل تغرس وتنمي وبالتدريج تصبح جزءا فاعلا في هذا الإنسان السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته دكتور أريساعد نعم الذكرت للعاقل ليس مطلقا نعم وصورت للعاقل الصيني والعاقل الغربي نعم لكن العاقل العربي شمي يصور العاقل العربي العاقل العربي ولا المسلم العاقل المسلم نعم والله هذا مشروع إن شاء الله في محاولات أنه أشتغل عليه بس لن أدعي الآن أنه أنا أشتغل عليه بس في كتبت فصل وفصلين في المسلم وإن شاء الله يكون مشروع لكن أنا صراحة لا أفهم يعني مسألة العقل العربي أو المسلم الحالي مسألة لا أود الخوف فيها لأنه هي نتاج المصانع الثلاثة التي حدثتها الديليت ولكن أتحدث أحاول أن أجد أصولا قرآنية للعقل الذي يجب أن يكون نعم السلام عليكم وعليكم السلام وفل الله وبركاته نعم نريك نصائح نصائح عدد نصائح 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 نزيد من نوعية تدورا فهما يعني إذا كان قادم وطريق نعم أحد الأخوة سألني السؤال قبل مينك المهم الحقيقة هي نصيحة واحدة فقط ولا تتعارف بالضرورة مع تعودك على القراءة ولكن قراءة التدبر بالنسبة لي أنه عندما تمرين على آية فيها مثلا التقوى أو المستقيم أنه تحاولين البحث عن هذه الكلمة في كل القرآن الكريم وتقرئها ضمن الآية هذه الطريقة تمنحك رؤية شمولية أكثر وبالتالي تستطيعين مرور على الآيات كل واحدة منفردة وأنت تحملين هذه الرؤية لا الله يفزي ناخد جارة مع الشغل نعم الله يفزي خليك بس عني سؤال سمعت نحن شاكل في تكثب عن القرآن الكريم نعم يقوله كتالوج حياة نعم أو يعني شون الشهادات توجيهية للحياة نعم هل هو القرآن الكريم يعني فعلا أنه أمر تمثيذ أم إذا في أمر أبعد منه يجب ناخدة وأي شخص يأخذون ولا في أشخاص يأخذون ولا في أشخاص يأخذون في أشخاص يأخذون طبعا لحظة لا لا مو موضوع أنه في ناس لن تتفاعل مع القرآن الكريم بكل أحوال صح ولا لا يعني في ناس قرروا أنه يكونوا حطاب جهنم إلى جهنم هاي وحدة اثنين أنا بتصور أنه القرآن يعطي في هذا الصفتوير الديكود يعني يكون خطوط عامة أكثر منه خطوات تفصيلية يعني ممكن التفصيل أحيانا تفصيلات أجلها في السنة أكثر كمثال ولكن لن تتمكن من فهم هذا الشيء إلا من خلال ربطي بالخطوط العامة الموجودة في القرآن فأنت يعني سأل السؤال دقيق ما شاء الله عليك أنه هل هو مجرد تنفيذ لا هو فهم يعني هو آلة قياس كان الموضوع أطول وكان فيه كلام عن آلة القياس لا يمكن أن يضم للقرآن الكريم كل شيء ولكن يكون فيه من كل شيء وهذا الشيء يكون عندك آلة قياس حدث هنا هكذا تفعل هنا هكذا قياس الأشياء مصطرة مثل مصطرة فليس بالضبط تنفيذ إرشادات بقدر ما هو فهم لطريقة التنفيذ إرامة التكملية للقرآن شنون تحقق مثل مثال على السؤال اللي فرّت بالأخد أنه تحاول تقرأ حسب فهم أنا الموضوع أنه تحاول تقرأ هذا الموضوع في كل الآيات تجمعها مع بعض يعني المتقين تحاول أن ترى سياق كلمة المتقين كمثال في كل الآيات القرآنية العباد نفس الشيء هذا العمل الصالح نفس الشيء يعطيك معنى وطبعا من خلال سياقها وليس مجرد الآية المشتزلة يعطيك مفهوم أكثر للتكامل الله خليفه سؤال دكتور رحمن عالي آخر سؤال دكتور لكل محلة عمرية طاق استيعابي للوعي نعم فكيف يكون الطفل نخلي الطفل يعي قراءة القرآن وكذلك الشباب الصغير نعم ليس نفس الطريقة اللي نفهمها لليوم يعني يجب أن يكون هناك متخصصين في هذا وهي قصور كبير جدا في المسألة يعني نتصور أنه ما تكلم به مالك بالنبي أو سيد قطب صالح الأطفال هذا كلام يعني فاضي يجب أن يكون هناك متخصصين في توصيل المعاني القرآنية الأطفال شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة